يا مساء الخير والأمل والسعادة أهلا بيكو في حلقة جديدة من بنامجنا حياة سعيدة يا رب يجعل أيامنا كلها أيام حلوة وجميلة إحنا كتير بنسمع من أهلينا الكبار إنتوا جيل وإنتوا 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 وحياتكو لا إحنا جيل مظلوم والجيل الجديد مظلوم أكتر مننا زمان إنتوا كنت جيل مرتاح إنتوا الجيل اللي كان بيشتغل وكان بيخلص كلية ويخرج رأى الوظيفة مستنياة ويخلص شغله الساعة 2 ويروح يعود مع أهله ومع عائلته إحنا بنشتغل لحد الساعة 5 ولحد الساعة 8 بنشتغل 12 و14 و16 ساعة وما بنتكلمش وعشان نشتغل مش كفاية أن إحنا يبقى معنا باكر ريوس لأ إحنا كمان بنحضر ماجستير وبنحضر دكتوراه وناخد كورسات وتريني العالم كله اتفتح والعالم كله بيجري وإحنا بنجري جزء من العالم صحيح معاملتنا لولادنا لازم تختلف بلاش كلمة أنا ما كنت قدك كنت بطلعي الأول لإنهم خلاص ما بقوش صزك الأب والأم اللي نقول عليه إيه الخارق ما بقاش الصورة للأطفال بيشوفوها طب هنتعامل معهم إزاي وهنعمل إيه طب إيه حاجات كتير اتغيرت وإحنا كمان لازم نتغير معاهم فقرات برنامجنا النهاردة فقرات مختلف فقراتنا خفيفة ولذيذة هنتكلم مع أكبر وأشهر علماء الأبراج وهنتكلم مع فقرة فنية لذيذة كلها رسم وكلها فن أول حاجة قبل ما نطلع وندخل على الفقرات بتاعتنا فيه معايا تقرير حباً إحنا نتفرج عليه شركة ديفرتلاب من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية عملت مؤتمر في مدينة الغردقة رقم خمسين المؤتمر الخمسين للشركة حضروا مجموعة ونخبة من دكاترة أمراض النساء والتوليد تحت عنوان نحو صحة أفضل أو صحة أحسن إيه رأيكم؟ نروح نتفرج على التقرير ونرجع تاني الحقيقة شركة ديفرتلاب من الشركات الرائدة في المجال الصناعة الدواء في مصر حموماً وبنفخر إحنا تماماً بيكونها شركة مصرية قدرت توصل لهذه التقنيات الهيلة في الأدوية والجودة في الأدوية التي ضاهي بكتير قوي من المنتجات الأجنبية اللي إحنا بنعتقد أن هي أفضل مننا لأ هي بتنتج منتجات هيلة زائد أن هي وجدت لنا حلول في مجالات كتير قوي يعني في مجال طبعاً هي أنا هتكلم على مجالنا إحنا مجال النساء والولادة فإحنا عندنا فيه مشاكل كتير بتبقى بالنسبة للسيدة الحامل محتاجة حديد محتاجة مجموعة بيتامينات متكاملة محتاجة كالسيوم في أثناء الحمل وأثناء الرضاعة كل دي شركة ديفرت وفرتها وفرتها بأسلوب تقني ممتاز مهم جداً جداً كل الحاجات اللي إحنا بنتكلم عليها كمضادات أكسادة طبعاً عندنا عناصر طبعية جداً زي من أول الدارك شوكولت الشوكولاتة اللي هي الغمأة الحاجات اللي هي الفاكهة الملونة البلو باريز والرسبري الفراولة والتوت دي من حاجات المهمة الكابج الكرومب الأحمر المكسرات دي من كلها من الحاجات المهمة السمك وزي سمك السالمن اللي مليانة أوميجا ثري من الحاجات المهمة جداً جداً مشكلة الحاجات دي إن كمية التعاطي بتاحها بالنسبة لنا هي ومش كبير أسعارها غالية مش متناولة لكل الناس التغذية الصحية بقيتش موجودة فأصبح من المهم إن يتحط الجزء ده كسبليمنت يفيد العيانة ما يزلهاش الجهاز الهضمي ويفيدها ويزود لها الأحاجات دي جوه جسمها بشكل كبير جداً زي الزينك السيلينيوم ويتامين سي ويتامين إي والأوميجا ثري وبعض الحاجات التانية اللي مهمة جداً 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 لصحتها وصحة البيبي ومنعيتها طول الوقت كان عندنا مشاكل بقى في نوايات الحديد اللي كانت موجودة اللي احنا بنزل لها النوايات القديمة من الحديد لأنها كانت دايماً تعمل إلتهابات في المعدة وكانت دايماً الناس ما يقدروش أنه هما يقدر يستمر عليها فترة طويلة بجانب طبعاً أن انت كان ممكن يبقى وثلت كميات كثيرة منها فده كان بيثالي ناس ما تبقاش مكملة عليها وده اللي ثالة فترة طويلة في مصر نسب الأنيميا مش بتطير لحد ما بدأ بقى يبقى فيه بعض التكنولوجيز الجديدة والطرق الجديدة للتصنيع زي الطريقة اللي عاملها شركة ديبرت ليه بالحقيقة في منتجات الحديد بتاعتها وده طريقة اللي هي الفيرا سبيس كلاس ميت وده دي حاجة إنها بتحاول تخبي الحديد اللي هو موجود ده هوت بتحاول تخبيه بحاجة الجسم عرفها فبالتالي ما يعملش أي احتكاك مع جدار المعدة مع الأمائق وبالتالي يقلل من الأسار الجانبية وده يخليه امتصاصه أفضل عشان طبعا هيستجيب بنسبة كبيرة لأنه هو كمان حاجة تانية مهمة فيه إن نسبة اللي بيوصل منه عالية جدا بتعدي الـ 95% فبالتالي كل اللي هديك بتديه بتوصل للكسمة فده اللي خليه الصورة تتنقل بطريقة تانية مع المنتج بتاعه لأنهما طبعا ماشيين بنفس الستاندرد بتاعات الحاجات الانترناشنال سواء من الخمسة العالمية أو الجمهة الأمريكية للنساء والولايات النهاردة الحمد لله ديبرتلاب في الرنك بتاعنا ورؤيتنا إن إحنا بنساعد المجتمع المصري لـ Better Quality of Life أو لأداء أحسن من خلال إن إحنا بنحاول إن إحنا نقضي على قفة شديدة الخطورة أو هيخذ قفة الأنمية وبنقدم لها مجموعة من المنتجات يمكن الحمد لله ما فيش يعني شركة كبيرة تصدرت بكم المنتجات دي زينا والحمد لله رب العالمين بدأنا نخرج لأسواق تانية مش مش بس مصر خرجنا لأسواق بلاد شقيقة وأنا أتمنى من المؤولة التوفيق فيها إن شاء الله ويعني اللقاء القادم إن شاء الله نقدر نقول البلاد الجديدة اللي إحنا هنا موجودين فيها إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتم من التقرير وهياخد شوية حاجات كده وأقول لكل واحدة كل بنت في بداية حياتها وخاصة في مرحلة مهمة جدا من حياتها مرحلة الحمل والولادة الفيتامينات مش رفاهية الفيتامينات ده شيء أساسي في حياتنا إحنا طريقة أكلنا وطريقة شوربنا اختلفت عن زمان الاحتياجات للطفل وللجنين اختلفت وابتدى يبقى فيه وعي مش معنى إن أنا باكل وبشرب إن أنا مش محتاجة مكمل جزائي لأ أنا محتاجة مكمل جزائي لأن المعدة بتاعتك ليها طاقة مش هتقدر تعديه لازم نساعده ونديله وابتدى دلوقتي على مستوى العالم ابتدوا إننا نتكلم عن حاجة اسمها فيتال بروجرامنج أو برمجة الجنين جنين جوه بطن الأم بننا عن طريق أكلي وشوربي أنا بحمي ابني من مضاعفات قدام زي السكر زي الضغط زي مرض السمنة يعني إيه أنا لو ما باكلش كويس وما باكلش المواد الغذائية الطفل بيعاني من مجاعة جوه بطني حتى لو ابتدى يتكون ونزل وزنه كويس أما بيكبر لو الأطفال دي بتعاني من زيادة في الوزن ومن أمراض السنة ومن تبعياتها المختلفة اللي إحنا كلنا عارفنا اسمعوا بقى اللي جاي وديكم أزدكم من الشعر بيت السيدة اللي بتعاني من نقص من المواد الغذائية وسوق تخزية أثناء الحمل بتكون أكتر عرضة للإصابة بالاكتئاب والمشاكل وتغيير المزاج بعد الولادة ده ممكن يقدي لعلاقة غير صحية بيني وبين طفلي أثناء الرضاعة ممكن ما عرفش أتعامل معاه كويس ولا أقدر أحتضنه وأدي له كل اللي هو محتاجه ولادنا أمانة اهتمامنا بيهم بيبتدي من وهو جنين صغير جوه البط يا رب كلنا نهتم بولادنا وبتغذيتنا وبأي واحدة ست سيدة في مرحلة الحمل حدخل على التقرير التاني تقرير التاني تقرير مختلف تماما شركة فاليو للتطوير العقاري أطلقت مشروحها الجديد التراس أمام الجامعة الأمريكية في التجمعة الخامس الحافل كان حافل ضخم جدا نظمته شركة رائدة في مجال تنظيم الحفلات شركة سترايك ميديا ما تيجوا نتفرج ونرجع تاني انا وجد نظري في ظل التحديات اللي موجودة من تغيرات بتحصل العالمية والأزمات العالمية اللي بتحصل ده بيخلي طبعا أسعار مواد البناء والمتيريز المستخدمة بيرتفع فأنا النهاردة عشان أبيع المشروع بالكامل وبعد كده يحصل أي مشكلة عشان أنفذ المشروع بأسعار عالية ده بيعود بمردود سلبي على المشروع فأنا شايف أن الفترة اللي جاية لازم يكون الحل في الموضوع ده إن الشركات تبدأ معدلات البيع تكون متزامنة وماشي باراليل مع معدلات التنفيذ ما كانش كمان معدلات التنفيذ تكون سابقة معدلات البيع ده الأفضل والأأمن عشان خاطر أكون مأمن نفسي فيه النسبة اللي أنا بيعتها يكون على الأقل يعني معايا الماتيريز بتاعتها ومعايا كبرسنتج يعني معايا الماتيريز بتاعتها ومعايا مسبت أسعار المواد الخامل الموجودة معايا مشروع VTRS زي ما قلت رهيك هو تجاري إداري على مساحة 12900 متر بيعي عندنا المشروع واخد واجهات مميزة جدا عشان تناسب كل البرندات وتناسب كل المحلات اللي ممكن تيجي تفتح عندنا وفي نفس الوقت المساحات كلها مناسبة بنبتدي من أول 49 متر بمساحة الوحدات أصغر وحدة لغاية 360 متر عشان قدر أخاطب الانترناشنال برانتز اللي عايزين بيجو يفتحوا في مصف المنطقة طبعا اللي احنا فيها اللي هي عند الجامعة الأمريكية دي من أميز المناطق اللي موجودة في التجمع ظل المنافسة الشرسة ووجود مطورين عقاريين بشكل كبير جدا أصبح عنده الوعي الكافي أن هو بيدور على منتج عقاري مختلف بشكل جديد العميل محتاج شركة عندها ملائة ملائة قوية ملائة ملائة يعني عندها مشاريع قرية موجودة على أرض الواقع يقدر هو يروح يعين مشاريع دي بنفسه يقدر يشوف شكل المشاريع عامل إزاي الأوبريشن في المشاريع دي عامل إزاي ده في الآخر بيدي مؤشر كويس جدا للعميل أنه هو يستثمر مع الشركة دي بدون أي خوف وبدون أي حاجة بتحصل زي ما بنشوف كتير إن الشركات ناشئة ما عندهاش الخبرة كافية لها تعمل مشروع فروم سكراتش وتبنيه وتسوأه وفي الآخر بيغرقه فلما يكون مطور عقاري زي فاليو التطوير العقاري المطور قوي بسبعة أعمال قوية ده بيبقى شيء مطمئن شوية فالفترة دي السوق محتاج منتجات عقارية آه محتاج بس منتجات عقارية مختلفة حلو إن إحنا يبقى عندنا مشاريع في كل مصر يعني وده الهدف الأساسي بتاع الدولة إن إحنا يبقى عندنا فرص استثمارية كبيرة شركة سترايك ميديا عاملة جهل كويس وهم اللي دعوني النهاردة إن أنا بقى موجود موسيقى كلنا بنتفرج على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب على أحد مسلسلات الرعب غرفة 207 كل دايما إحنا متعودين إما بنتفرج على أي مسلسل من أخرج ونقول البطل البطلة الأحداث الرعب الغريبة والجديد في المسلسل ده إن كان فيه بطل ثالث مش الأبطال ولا الأحداث كانت عبارة عن لوحات فنية ومناظر مرسومة لفتت نظرنا وكانت ليها بصمة وكان ليها دور في البطولة وفي تأثير المسلسل هلا اللي بيتفرج عليه النهاردة منوراني منفذة البطل الثالث دكتورة نيرمين الضماطي أهلا بك يا دكتورة نيرمين أهلا بحضرتك إزايك؟ إيه الروعة وإيه الحلوة وإيه الجمال ده والله ربنا هيكرم أصلك لا بجد إنتي حطت بطل ثالث صورك بتتكلم بصي هي المسلسل ده كان المختلف فيه إن هو فعلا أنا حسيت إن اللوح وغدى دور زيها زي أي حد هي بتتغير مع الأحداث بتاعت الحلقة وفعلا ليها دور في المسلسل مش حاجة كده محدودة على الحيطة وخلاص فالحقيقة اللي حطت التصميمات لللوحات دي فنان عبقاري جميل اسمه أستاذ عمر سامي بس هو يعني مثلا ما حتلوش الظروف إن هو يكون موجود معايا النهاردة فكان بيصممها على الفوتوشاب تابعا للشخصيات وللديكور وللحاجات اللي هو الملم بيها وأنا المنفذة لها يعني هو المخ وأنا العضلات طيب دكتورة نعمين وما تدوكي الصور عشان تنفذيها عن طريق الفوتوشاب أنت بتقولي شفتيها وبعدها تتعملي اختيار الألوان بصي هي البالتة أصلا بتاعت المسلسل هو مسلسل رعب فهو الجو العام كان أستاذ عمر حطوا إن هو جو كده بيحيم عليه الغمود يعني مش حكات كالورفول يمكن هي لوحة واحدة بس اللي أنا فاكرا إن هي كانت فيها شوية ألوان فيها طاقة مختلفة لكن بشكل عام كانت هي بلتة تقريبا سبتة وبنلعب فيها أنت كان معاكي ألوان معينة وإنت شغالة عليها هي دي اللي بتطلع مين وإحنا معانا طبعا صور من المسلسل حينزلوها لنا نتفرج عليها للوحة بتاعتك طيب كان في صعوبة وإنت بتنفذيها لا لا إن أنا كنت حابة الموضوع أنا أول مرة دي صورة المسلسل دي أوه دي من الحاجات اللي هي اللي معمولة في المسلسل كان فيها حاجات فيها كتير أبيض واسود هي كلها معمولة بألوان أكراليكس بتكنيك الزيت عشان طبعا الوقت لأنهما كانوا تقريبا حوالي 45 لوحة وكانوا عايزينهم بسرعة والزيت دي أخد وقت بقى في التكنيك بتاعه كرسمية دي الصورة التانية دي الأولانية دي صورة الزفاف أنا شايفها دي برضو كانت يعني حاجة من الأحداث بتاعت المسلسل لسه مش عارفة تعرضت ولا لسه هتتعرض بس يعني هتلاقي بقى أن معظم البلتة بتاعت اللوحات هي شبه الألوان دي اللي هي الألوان الترابية كده اللي دخلة فيها رمضيات وبريكس وحاجات حالة مختلفة أنت محطوط لك الفازة التليفون هي اللوحة كده هي اللوحة كانت أصميمها وأستاذ عمر عمله هي كده يعني المفروض نهية دي اللوحة كلها على بعضها اللي متعلقة أنت اختيار بقى الألوان الورد التليفون الأصفر الورد الأحمر أخضر يعني آه طبعا لأنه هو أنت لما بتبقى الحاجة أنت وغداها صورة وبعد كده بتبتدي تحوليها لحاجة لوحة فأنت بيبقى ليه التكنيك بقى مختلف بيبقى فيه تنغيمات لونية بيبقى فيه بقى يعني فهمة لازم يبقى لوحة فيها برضو نوع من أنواع الغنى اللونية دي مرسة مطروح أسوءا؟ أوه تذكرة بتعرفوا أحداثة بعدين بس هو الموضوع كله كان مختلف وأنا دي شخصية إيه بقى؟ مثل أنا مش هحرق الأحداث بس أنا عايزة أعرف هو دي شخصية المفروض أن هي كانت موجودة في الحلقة السادسة اللي فيها بنتي هنا بايدووي هي هنا بتمثل في المسلسل هنا زهرون لو يعني أيجاس الحمد اللي هي بقى فيه ناس كتير تعرف عنها دلوقتي هي كانت طالعة لها شخصية البنت الليبية اللي هي أمر اللي هي قتلت وبعد كده عادت لتنتقم وفده كان من كان اللي ساعتها بقى في القصة طيب وإيه هنا؟ لا ده لوحة من مطعم المفروض أنه هو برضو أحداث كده هي كانت مجموعة من الناس في مطعم في احتفال قوة قفر كنتي قال أنا وأنت بتعملي اللوحات دي؟ أو كنتي متوقعاً هتبقى ليه الإفكت أو الصدد؟ والله بصراحة بصي هو أنا عمتاً أنا بحس إن الفن بشكل عام هو رسيلة يعني هو سبحان الله ربنا خلق لنا يعني هو الفن إيه؟ الفن حاجة ديها علاقة بالجميل اللي كل ما هو جميل بتلاقي كده فيه حتة فنية وموجودة عند كل الناس بيذوي بس هي موجودة عندنا كلنا بالنسب متفاودة لكن اللي بيميز الفنان عن أي حد تاني إن ربنا بيبقى نديله التالنت إن هو يستخدم تولز عشان يعبر بقى عن مشاعر يعبر عن أفكار يعبر عن وتأذر ويخليها حاجة يا إما مرئية يا إما مسموعة يا إما أياً كده بقى المجال بيحاول الشيء الغير ملموس لحاجة قدامه تطلع صورة بالزبط كده أنا بشوفها بالزبط كده ومش لازم تشوفيها ممكن تسمعيها يعني مثلا ما فيه ناس ممكن يبقوا فنانين في مجال مثلا الكتابة فيه ناس ممكن يبقوا بيقلفوا أغاني كل واحد على حسب مجاله بس هو بيبقى عنده حتة إن أنا فيه عندي فكرة غير تقليدية ومختلفة عن كل الأفكار السيدة أنا عايزة أوصلها بيوصلها بقى بالطول اللي ربنا خلقها له فنسميها حرفة نسميها الداع نسميها واتأفر بس هو إنسان قادر على إن هو يوصل اللي جواه اللي يقصاده بصورة ملموتة بالزبط كده واللي بيميزه بقى عن أي حد تاني اللي هي التقل الداعية بقى اللي هما بيقولوا عليها إن هو ممكن أي حد تمر عليه حاجة مرور الكرام لو حد فيه كده حتة فنية مختلفة ما تعديش يعني ممكن تلاقي مثلا كراكيب مثلا محطوطة على جنب ممكن ما تلفتش نظر حد لا مثلا أنا ممكن تلفت نظري في علاقات الخط ده بالخط ده من دنيا ممكن تلاقيها فتحت عندي حتة تانية خالص ألهمتني بحاجة أنا عايز أعملها ممكن حضرتك تقولي كلمة مثلا بتقوليها بمنتهى الفطرة حد مثلا مؤلف قاعد جنبك إيه ده يطلع مطلع أغنية فما تلهميه بحتة معينة فبيبقى حد أفكاره مختلفة أو يعني كده دماغه كده مختلفة شغلة معظم الوقت كان إيه بقى السؤال عشان أزيد بقولك كان إيه ما كنتيش قالي أنا أني أنتي حتعملي حاجة ملايين أو ألاف مؤلفة حيشوفوها أنا ما توقعتش أن المسلسل بصراحة يتشاف يعني ما شاء الله أني يبقى الفيتباك بتاعه هايل بالشكل ده يعني بشكل عام عشان أعمل حاجة لازم أن أنا يبقى فيه لينك ما بيني وما بينها ولازم أبقى حاسة بيها وحبها عشان تطلع بالشكل اللي أنا عايزيها تطلع به فكت حبة فعلا أي piece of art عمتا أنا بعملها ببقى حباها وحباها بعد ما تخلص ورادية عنها بس المسلسل ده كان الفكري فيه كل مختلف فكرته مختلفة والممثلين فيه ما شاء الله كانوا كانوا مختلفين وكان طريقة سرد الأحداث والإخراج والتصوير فكله كان منظومة متكملة طلع في الآخر الحمد لله حاجة فعلا masterpiece ومميزة والناس كلها بقت بتتكلم عنه لكن ده من حظي يعني أنا بشكر شاهد اللي قتعت لي فرصة أن أنا أشارك أنا والأستاذ عمر ثاني في حاجة زي كده ما تخيلتش أن اللوحة هتبقى في المسلسل مهمة قوي كده هتاخد المساحة دي بالضبط هتتكلم بالضبط كده يعني أنا اشتغلت في حاجات تانية كنت بعمل لوحات ممكن تبقى موجودة في الديكور أو جدريات موجودة ساموير آه بيبقى ليها هتمام بس في الميديا ما كنتش بحس أن في حد عنده الفكر ده فلما قالوا لي أن هي لوح واللوح مهمة جدا في المسلسل قولت خلاص تمام ماشي يعني نبص عليها حاسيت أن هي روحة مختلفة والدنيا تمام وحاسيت أن احنا يعني ممكن يطلع منها حاكة حلوة بس ما تخيلتش أن هي تاخد السكسيدة طيب لو سألت الدكتور نرمين في اللوحات اللي أنت عملتيها واللوحات كتير متنوعة وحنا جايزة تفرجنا عليها مين أكتر لوحة قريبة لقلبك أو أنت بعد ما خلصتها كنت مبسوطة أو فرحانة بيه حالكت الكلمة على المسلسل أو لوحة بنتي لوحة أنا اللي عملتها لها في الحلقة السادسة دي كنت يعني كنت يعني كنت صعبونة علي قوي وأنا بعملها بس كل اللوحة عمتا يعني اللي برضو تأثرت بيها قوي لوحة بتاعت شخصية مثلا بيتة في الأرض هي عمتا هي كل لوحة فيهم تحسي أن هي كيس حالة مختلفة فكنت بحاول أحس بيها عشان بحاول يطلع إحساسي على قد ما أقدر في الألوان والتكنيك اللي أنا شافها لديه اللي أنت بتعمليه عمتا طيب أنت دلاتي قلت اللوحة الجدارية يعني إيه لوحة جدارية؟ إيه هو الفن الجداري؟ الفن الجداري ده فن موجود من زمان قوي من أقدم الحضارات يعني لما كنا بندرسه في الجامعة كنا بندرس بقى اللي هو الفن الجداري بتاع الكهوف والحضارة المصرية الأزيمة برضو نوع من أنواع توصيل المسجز اللي الفنان عايز أن هو يوصلها بس بقى على مر العصور بيبقى ليها بقى يعني وسائل مختلفة ومتعددة جدا لغاية لما وصلنا دلوقتي أن أنت ممكن تغياري تغياري الإمبريشن بتاعك عن مكان لمجرد أن أنت تغياري مثلا بلوكة حيطة ملهاش أي تلاتين بالضبط كده أنت ممكن أن أنت تعملي تصميم لو في أي مثلا تحولي البلوكة دي للوحة فنية جديدة تاخد العين أكتر من أي حاجة تانية موجودة لو مثلا الاسبيس داية أنت ممكن تعملي 3D مثلا ديزاين يحسسك بالفراغ ويدخلك في دونية تانية خالص ممكن لو مبنى مثلا الحيطة بتاعته مصمطة المصمم يحطي لك تصميم تحس أن فيها حياة ودوشة ومليانة مليانة أو لا دي سكتش دي سكتش بتاع سكتش روسوس شحبطة فلا التصميم الجدارية طبعا ده دي برضو دي كانت لوحة لوحة زيت أنا كنت عاملها في مكان أنا مثلا بحب التدخلات اللونية بحب بحس أن دايما اللوح لازم يبقى فيها غينة لونية دي كانت باستل برضو حالة كده من الروائن دا كان دا كان كاركتر دي كانت لوحة برضو مود كده مختلف تحس إن هي واخد إضاءة مختلفة وكانت حالة كده من الكائبة بتخيم علي فراغت بتاعتها عملت اللوحة دي دي لوحة دي حاجة تانية خالص تحس إن هي مليانة طاقة ومليانة حياة هو دي بقى المشاعر المختلفة اللي أنا بقولك إن هي سبحان الله إن يعني بتبقى نعمة من ربنا إن أنت تقداري إن أنت تحاولي إن أنت تطلعي الحاجة اللي أنت حاسة بها بتحسي بإيه بعد ما بتخلصي اللوحة؟ بحيث إن أنا مبسوطة بحيث إن أنا أولا على فكرة عايز أقولك إن الفن يعني في بعض الأماكن بتصنفوا حاجة أساسية من الحاجات الحياتية المهمة زيه زي الأكل زي الشرب زي الحاجات اللي لازمة للبني آدم إن هو يعيش لإن هي بتمتع العين وبتمتع الودن وبتخلق في مود مختلف وغير كده هي نوع من أنواع الثيرابي يعني حتى في الأطفال حتى في بعض الناس اللي هي بتبقى بتعاني من بعض المشاكل النفسية بيدوها قلم وورقة ويقولها يلا إرسمي إرسمي الحاجة اللي تيجي في إدماغك بالضبط عشان كده دايما مثلا ممكن تلاقي عائل صغير يقولوله مثلا إرسم عائلتك تلاقيه مثلا يرسم بابا إيده طويلة جدا طب ليه أنت رسمه كده عشان مثلا بيدربه؟ أو مثلا يبقى مامتو ستة شكلها عادي جدا وتلاقيه رسمها أحلى حاجة في الحياة أو العكس تلاقيه مثلا رسمها مش حلوة عشان هي المشاعر أو الحاجة اللي هو حاسسها بيها يعني سبحان الله اتسفار فيه أنت بتطلعي مشاعر وبتعبري عن حاجة أنت بتخرجي من بتحس أن أنت فرغت طقتك يعني فهمها أنت حاجة أنت حاسة بيها طلعتيها فيوفيل هابي نورتيني دكتور نرمين دماطي منفذة لوحات غرفة 207 بجد بالتوفيق وأتمنى أني تتشرفيني مرات تانية بحاجات تانية جديدة أنا اللي اتشرفت بحضريتكم مرسوب مرسي جدا على استضافتي فاقتنا خلصت يا رب تكونوا انبسطوا بيها لوحات كانت جميلة أثرت فينا كلنا بنتمنى لهم التوفيق والنجاح مسلسل مختلف بفكر مختلف بأسلوب مختلف سعيدا أنه هو يخرج من أم الدنيا لكل الدنيا بالطريقة الجميلة دي فاصل صغيرا قد كده ورجعت لكم بعد الفاصل الفقرة دي فقرة جميلة ولطيفة وخفيفة وكتير هتعجب كتير من المشاهدين السادة المشاهدين اللي عم بيتفرجوا علينا منورني دكتور رايف رفض أهلا بك الله خليك يا دكتور رايف أنا عم بحكي سوري تمام إلي الشرف إلي الشرف تسلمي تسلمي كلك زيعة دكتور رايف منورني دكتور رايف ونقعد نحكي شوية عن الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية وعلم الأبراج والأرقام وحنقعد نفهم منه على قد ما نقدر نبتدي مع دكتور رايف لو سألتك الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية فيه أشخاص ممكن يشدوني ويبقى لهم طاقة إيجابية وفيه حاجات حوالي ممكن تعملي طاقة سلبية إزاي أتزود الطاقة الإيجابية في حياتي وفي بيت تمام أول حاجة دكتور رايف ألي الشرف أكون ببرنامجك الحلو وأكون مع حضرتك يعني مش سيكتير على ذوقك شكرا تسلمي ليا دكتور رايف بالنسبة لها دكتور رايف الطاقة الإيجابية دائما نحن نبعد عن الطاقات سيبه زي إيه بمعنى نحن ببيتنا في عنا طاقات ممكن مش ناخد بالنا عليها زي أنه أحيان عندنا الكراكيب في البيت هاي طاقة سلبية وتعتبر لازم نتخلص منه عشان ناخد الطاقة الإيجابية في المنزل اللي هي الكاراتين الأديمة الحاجات الأديم كراكيب حاجات أديمة مكسرة حاجات مكسورة حاجات لبس أديم لازم نوزعه يعني فيه حاجات كتير بعض الستات حاطين في الدولاب لبس أديم وكده لازم ده ينشال يعني مش مستعمل لازم يتوزق لازم يطلق من البيت مثلا هاي طاقة سلبية فيه ناس بيحطوا كراكيب غرفة النوم متكركبة الهدوم مرمي على السرير حاجات دي اسمها فوضى في البيت وكركبة دي بتأثر على طاقة المكان التراب من عدو الطاقة كمان التراب فيه كتير نحن نشوف ببيوت البلاكين عليها تراب عليها رملة الشيش عليها تراب هذا كله طاقات سلبية من البيت يبقى نضيف والتراب مش موجود ده طاقة إيجابية طبعا طاقة الترابيزة فرغا إذا الترابيزة عليها تراب الشاشة التلفزيون كل ده طاقات سلبية التراب لازم يتنظف لازم يعني يكون طاقة إيجابية البيت نضيف طبعا الترتيب البيت من أهم النظافة خصوصا عدبة الباب يعني عدبة البيت وعند مخش كمان ما يكونش في مراية أصاد البيت أصاد الباب يعني المراية تعمل عكوسات وطاقات سلبية طبعا طب المراية اللي بشوف نفسي فيها عشان أنا خارج أحطا فيه الأفضل ما تكونش أصاد الباب غرفة النوم أوكي بس يعني الأفضل تتغطى إذا منحسن نغطيها غرفة النوم المراية أفضل فيه ناس بيقولك أنا ما عرفش أغطيها طبعا يعني إذا عارف نغطيها أحسن إذا مراية عادي يعني بالحمام مراية عادي بس ما يكونش البيت مليا مراية وعكوسات بتعمل إيه المرايات في البيت؟ بتعمل مشاكل طاقات سلبية وخصوصا إذا ما عنده بقى مراية دكتورة رانية مكسورة أو شرخ فيها شرخ دي مشكلة كمان يعني أي حاجة يعني بصي فيه ناس عنده المج مثلا مكسور أو حاجة وبشرف فيه حتى ودهنه مكسورة بس هو بشرف هاي بغلط لازم يرميه دي بأحد جديد هاي طاقات الكسر والحاجات دي طاقات أنا بعتبرها سلبية طبعا باب الحمام لازم مقفول وقت واحد دائما والقعدة مقفولة دي كمان نحن وقت نفتح الباب الحمام لما أغزه والتيار مفتوح في طاقة في طاقة عبتت تدخل من بره ومن جوه طاقة سلبية هاي كمان تأثر على المكان لازم نقفل الطاقة كت نعمل كت قفل والقعدة مقفولة طبعا المية كمان من عدو الطاقة إذا فيه حنفية بيضة في البيت وبتنقط مية بتهضر من الفلوس من بركة الفلوس في البيت يعني تعمل مشاكل يعني الحنفية البيضة اللي بتنقط طبعا تخلي الفلوس متبقاش موجودة طبعا بتهضر فلوس لأني هدر الماء من الطاقة المال الفلوس المية من المال يعني عبتهدر فيه هدر هنا المية بتنقط لازم جيب سباك نصلح هذا كله من طاقات سلبية يعني فيه بيض حاجة بيضة هدول أهم حاجة جدا طبعا النباتات في البيت تكون الطبيعية مش الاصطناعية الاصطناعية كمان السلبية الورد الصناعي اللي كلنا حطينه ده ممكن يعمل كمان طاقات مش مريحة بالأفضل الشيء الطبيعي من عدد الصبار فيه ناس بتحب تحبي صبارة أو كده لا غلط الصبار يبعد عنه النباتات الريحان اللي فيه البامبو شجلة البامبو أو الخيزران دي تدي طاقة إيجابية؟ جدا ليه بقى يا دكتور دول كدراسة كدراسة طاقة طبعا هذا يعني كدراسة صينية فلبينية درسوا هالعلوم هاي وتوزعت على العالم كله ودرسناها طبعا دي بتعمل طاقات إيجابية البامبو شجلة البامبو يعني ممكن ناخد دائما بالمفرد أفضل أو كده يعني بيكون الوحدة لا ناخد أكتر من وحدة في البيت يعني تكون مميزة بتعمل طاقات إيجابية طبعا البخور دائما في البيت خصوصا يوم الجمعة البخور وقت صالة الجمعة هاي مفيد جدا البخور طبعا تهوية البيت يعني في ناس كتير عندهم غرفة النوم بتلاقي مفيش فيه تهوية بقولك أنا هفتح الشباك إزاي فيه منور فيه كزا لا الأفضل لو تفتحوا شوية على الأقل تغير طاقة الغرفة طاقة من السلبي إلى الإيجابي طبعا دول مهمين جدا طبعا الريحان شجلة الريحان ممكن تكون في البيت كمان حلوة جدا بس نحن حذرنا أنه الصبار أو الصبار في ناس بيحبوا يعني هذا غلط طبعا طاقة سلبية جدا جدا طبعا كمان حوض الماء أو البوتوكاز مش يكون جنب الحوض في المطبخ كمان طاقة النار مع طاقة الماء غلط يعني يبقى في بينهم مسافة مسافة طبعا ولا بحطين مختلفتين أيوة في كل واحد جهة أفضل طبعا دول كمان من أهم حاجة طبعا البيت دائما يعني يمسح أو يرتش في ماء وملح جدا طاقة إيجابية خصوصا عذبة الباب يعني فيه ناس تلاقي تحسد فيه ناس طاقة الحسد الماء وملح مفيدة جدا في طاقة المكان يعني كل الأسبوع ممكن أو كل أربع خمسة أيام يرش البيت ماء وملح طبعا أفضل كتير عشان الطاقة الإيجابية طبعا نحن قلنا دائما التهوية أهم حاجة الكراكيب زي ما قلت لك يعني فيه ناس بحطوا كراكيب كتير تحت السرير وكده ده غلط أو الغرفة تلاقي فوضى الغرفة فيها كراكيب وفيها كراتين الأديمة كراتين الأديمة البطاتين هي لازم تترتب نحن قلنا اللي مش ملازم يتوزق واللي مكسور يرتمي الساعة في المكان يعني كمان من ضمن الساعة ساعة في الحيطة فيه ناس بتلاقي بينسوا الساعة وقفة البطارية خلصت أو حاجة الحجر خلص هذا بتوقف زمن الواحد بمعنى أو بتأخر الأمور لأن الزمن ساعة زمن في علم الطاقة إلا تأثير كمان سلبي كتير يعني أنه هون بيوقف شغله أو بيوقف زمنه ممكن تتأثر كمان فيه ناس كتير نحن كمان بيفيوتنا فيه ناس بعض الناس بتعمل ترتاية بحطوا صورته مع الترتاية ده غلط كمان كمان غلط مفروض ما يحطش صورة العيد ميلاده أو العيد ميلاده مش أحد صورتي مثلا ده غلط طب والصور البرترية عمات عم بقى دي كتير جدلاتي مننا عندينه عندنا موضوع ليا البرترية المرسوم ليا دوي الشجرة الطبيعة عادي الطبيعة عادي لكن الأشخاص ممكن صعب شوي بس الطبيعة عادي كل شيء طبيعة كل شيء فيه خضار حلو جدا يعني كطاقة الخضار حلوة كرسم كحاجات من عند الأشخاص طبعا أفضل يعني الأفضل الطبيعة الخضار نحن قلنا والزراعة زي ما قلت لك يا دكتور مهمة جدا في البيت إذا منحط زراعة حلوة ريحان البامبو الخيزران دول أنواع الزراعة الحلوة نبعد عن الاصطناعي جدا لأن ده ممكن يعني من طاقات سلبية مش كون حلوة طبعا الصدقة كمان من أهم كل شيء الطاقة الإيجابية الصدقة والدعاء ده من أهم الطاقة الإيجابية طبعا هذا أقوى واحد يعني طبعا يعني من ضمن الآيات القرآنية اللي التاني أعوده في الصدق وأكونننا من الصالحين هو الحاجة الوحيدة اللي البنيات ده بيطلبها نوعه يرجع تاني للدنيا عشان يطلع الصدقة أكيد سبحان الله نعم طب دكتور رائف لو نتكلمنا دلوقتي نتكلم عن الأبراج وناس كتير وخاصة إحنا دلوقتي برج العقرب وبرج الكوس اليومين دول صفات برج الكوس لو تكلمنا عليها تقول لي كده إيه تمام القوس صفاته طبعا من الأبراج النارية هو كوكبه الجوبيتر المشترى الكوكب السعد الأكبر الكوكب المحظوظ الأقواص أنا بأعتبر من الأبراج المحظوظين الأبراج بقى اللي بتتعب أكتر شيء هاي سيا قوس هاي سيا قوس القوس هو دائما هذا من الأبراج اللي أنا بعتبره أنه هو أفانا من الأكبر حظا بيجي وراء الميزان والتور طبعا هدول كمان بيجي وراء مرتبة التان والتالتة نيجي بالأبراج اللي بتتعب أكتر حاجة الدلو والجدي الدلو والجدي الجدي لسه أكتر سنة شوي لأن الجدي بشين مسؤوليات أكتر ومكتئب أكتر وبتحمل مسؤوليات أما القوص بقى صفات القوص طبعا قلنا كوكبه الجوبيتير المشترة وهو في الإنجليش جوبيتير لكن في العرب المشترة الجوهرة تعته لبرج القوص الحجر الكريم له الفيروز ممكن يلبس حجر الفيروز الست بالذات إذا ركزت على حجر الفيروز اللون الفيروزي يعني هو المناسب له ويوم الحظ لبرج القوص يوم الخميس اللي بينسبه لبرج القوص يوم الخميس وممكن نقول كمان الزهرة تعته اللي بتتناسبه بزهرة القوص هي النرجس اللي ممكن يجيب بيقتني زرعة النرجس بعلم الطاقة والفلك يعني نقول النرجس جميل هذا طاقته مفيدة لبرج القوص وهو حظه في الزهرة دي أو بتناسبه كعلوماء مش أنا وعلوماء درسه أنه النرجس هو بيناسب أنسة القوس أو رجل القوس هو النرجس طبعا القوس كمان من الأبراج اللي بعتبره صريح جدا يعني القوس صريح جدا ومن نوع اللي ممكن يبدأ من 22-11 القوس ينتهي بـ 21-12 هاي صفات القوس هاي الفترة طبعا القوس بتأثر من 23 العشريات العشرية الأولى تبدأ من 22-11 أيوة تنتهي بـ 30-11 العشرية الأولى بتأثر أكترتهم من كوكب جوبيتر المشتري هو المسؤول عنهم يعني بالحظ أكتر بيكون عندهم ازدواجي المشترة بيكونوا صريحين جدا العشرية الأولى وناس عادلين وصادقين وبيكونوا صريحين ويسق بيهم أي إنسان بيسق زي حضرتك يعني بالعشرية الأولى حضرتك أي إنسان ممكن يسق فيك كعشرية الأولى وتلعب الشهامي دور كبير بحياتك ونظر عادل بالمجتمع وصادق جدا جدا كأرقام مثلا وكأبراج ميجال العشرية الثانية تبدأ من 1-12 تنتهي بـ 11-12 بيكونوا هما بتأثر من كوكب المريخ والمشترة هم جريئين أكتر وطموحين لديهم رغبة والقدرة على تنفيذ مخططاتهم أكتر ويكونوا ناجحين بشكل عام في الأعمال التجارية العشرية الثانية نجي على العشرية الثالثة تبدأ من 21 أو من 12 عفوا من 12-12 تنتهي بـ 21-12 هما بيكونوا بتأثروا من كوكب بين اسمه المشترة والشمس بيكونوا أوفياء آخر العشرية أوفياء عندهم نزاهة في التعامل وطموحين جدا وعندهم رغبة ملحة في التغيير والإصلاح وقدرة على القيادة أي قيادة بعملهم قيادة بحياتهم وبصورة عامة هم كمان محظوظين العشرية الثالثة صفات الإيجابية لبرج القوس هتكون صفاتهم عندهم الاستقامة المثالية في التعامل الاتساع الفكري الصراحة التوجه الفلسفي الطيبة ومحبة الحرية الوفاء وأكثرية الأقواص بيمولوا للرياضة وأنا بنصح من الأبراج الأقواص أنه يتموا في الرياضة الرياضة كتير مهمة بيطلع منهم أبطال كتير جدا وخصوصا بقى دكتور هرانيا إذا أنا أبدأ أحدد الرياضة المعينة لبرج القوس السباحة زي ما قالنا بأصوصها السباحة والرماية وركوب الخيل اللي عنده تربية خيول اللي عنده اللي بيلعب سباحة رياضة أحد الثلاثة منهم ممكن يختار روعة فعلا زي ما قلت يا دكتور ممكن تكون بطالين في الجمهورية وينحقون نجعد طبعا عنده كمان من ناحية الإيجابية قوة الملاحظة ببرج القوس وعنده اكتساب المعرفة بحب الاكتساب المعرفة جدا عايز يتعلم بكل شوية أيها زي الفضول بحب معرفة استكشاف ويبعث ويكتسب معرفة من كل الخبرات طبعا عنده تفاؤل القوس كإيجابيا وكريم جدا ببرج القوس ككرمه وعنده التحمس الفكري هاي من ناحية الإيجابية أما السلبي لبرج القوس الصفات السلبية الصفات السلبية النقاش بناقش كتير أحيانا ممكن بعض الأقواص أثناء الكلام بيقاطع الحديث مش كلهم طبعا بعض الناس بيقاطع الحديث أكترتهم ببرج القوس ممكن يتميزي بيقطعك بحديثك أكتر ممكن يتميزي أن ببرج القوس ممكن يكون أو أخذ حتى من القوس من طالعه من ساعة ولا تكون ببرج القوس طبعا أحيانا ببرج القوس عنده عدم الصبر والتهور والتسرق في اتخاذ القرار طبعا عنده الحاجة لازم يكون شوي دبلوماسي القوس سلبيته يعني مش دائما بيعرف الدبلوماسية المفروض بحاجة لدبلوماسية أكتر وعنده الانفعال والمبالغة أما أنسة القوس بتتميز صريحة جدا لحد التهور بصراحتها مش بتحب الكذب ولا بتحب المراوغات بيجذبها عادة شخص أصيل يستطيع انتزاء حبها وتأديرها هي طبعا أنسة القوس مش بترضى رجل أضعف منها لازم يكون رجل قوي وشجاء يوقف جنبها ويسندها طبعا أنسة القوس إذا حد مس كرامتها لقدررها نار أسوه تحولت إلى أنسة شرسة تهاجم بقوة وضراوة يعني طبعا تحب أن يتزعم الترتيب أنسة القوس جدا ومسوسة بالنظافة جدا أنسة القوس بتكره التراب بتكره الفوضى جدا تحب التنظيم والترتيب جدا نظافية وبتكون ربة بيت ناجحة جدا مع جوزها وأولادها ويعني يا بخته اللي ياخد أنسة القوس يعني بصراحة هتكون نظافية ومهتمة كتير في الترتيب والنظافة أما رجل القوس بيكون أكثرية رجل القوس بيكون جبهتهم عريضة الجبهة عريضة تبص عليهم بيكون جبهتهم عريضة أكثر النسبة لأكثر وهم اجتماعيين رجل القوس اجتماعي محب للتنقل والسفريات والترحال واللقاءات الودية طبعا خاصة في الطبيعة يحب الطبيعة رجل القوس جدا يحاول توسيق مداركه في القراءة أكثر يميل إلى الروحانيات أكثرية رجال الأقواص أو الستات بس الرجل أكثر بيميلوا إلى الروحانيات أكثر أو علم الفلسفة أو النفس أو كلام ده ممكن يعني عاطفي قوي تجاه زوجته رجل القوس عنده قوة العاطفي تجاه زوجته ومحب لها بيهتم بشكل خاص بأولاده رجل القوس لكن بيحب دائما يقعد في المطاعم يأكل في المطاعم رجل القوس بيهتم كتير طبعا اللي عندها زوج قوس تمسك فيه بقى بأيديها وسنانها طبعا القوس يكرى إيه بقى؟ يكرى القوس عنده الكراية من إيه بقى؟ بيكرى أنه حد مش بيديله فائدة أو يقول له أنت عديم الفائدة بيكرى الكلمة دي أنه أنت مش ليك فائدة أو لازم أنه البقوس يحب يحسب التقدير تقدير أيوة أو حد يستغله ما بيحبش حد يستغله برب القوس وبيكره الفوضى والتغافل أو حد يغافله يلعب من وراه يغافله أو الفوضى هي بيكره كتير برج القوس نحن قلنا لأنه هو بحب الترتيب الدراسة بتناسب لبرج القوس الدراسات اللي بتناسبه العلم النفس شيء بعلم النفس أو علم الفلسفة أو النفسي أو التنمية البشرية الحاجات دي الحاجات الاجتماعية دي بتناسب برج القوس طبعا في الحب برج القوس صريح جدا كأنسة أو ذكر صريح جدا وواضح ولا يحب حد يتملكه الشريك يعني مش بيحب الشريك يتملكه كتير لكن هو بيحب الصراحة في الحب صريح جدا مش بيجذب ولا بيراوغ في الحب أما الإنجزاء بالقوس دائما بتلاقي بينجذب للدلو أكتر يعني بتلاقي الدلو ده الدلو آه والدلو بينجذب ممكن للقوس يعني اتنين في كارما بينتهم أو في كيميا بينتهم طب والقوس والقوس القوس قوس بتفقوا لكن أحيانا فيه تشابه من بعض يعني مقبولين بس فيه أحسن من القوس مع القوس فالدرجة الأولى بناسبه أكتر حاجة الجوزاء الهوائي ينبرج الجوزاء الهوائي وما ياخد الدلو والميزان وممكن ناري زي القوس مع قوس زي ما تفضلت دكتورة وحمل وأسل لكن باقي الأبراد بتكون لهم نورمل طبعا ده كعام عشان الناس تعرف فيه عام وفيه خاص نحن عم نحكي عام الخاص منشوف الأسماء منشوف الأرقام اللي التاريخ هو يوم وشهر وسنة حتى نحدد أكتر الصفة أكتر أو التوافق أكتر لأن الأبراج هي لوحدها ما تكفيش لوحدها لأنه هنا عام ما عم نحكيش خاص الخاص باختلف ممكن البرج ممكن يعدل الأرقام يتعدل الاسم يعدل توفق الأسماء يعني مجموعة مع بعض أيوة مجموعة الأرقام مع البرج مع الأسماء مع كله أقدر أقول نحسن نقول يعني فيه ناس كتير لأني بيحكوا أبراج صح كلام هو كلام الأبراج صح لكن فيه ناس ده أنا بعتبره مش بيكفي لوحده الأبراج يعني دي مش أساسي يعني نحن لازم نأخذ الأسماء ونأخذ الأرقام نشوف توافق الأسماء في أحرف الاسم في نقاط بالاسم بالأسماء موجودة طبعا الأعمال بتناسب بقى برج القوس مكاتب السفر اللي عنده مكاتب سفر السفريات اللي بيشتغل في السفريات هذا بنجح برج القوس الأعمال بتناسبه وممكن كمان الأمور الدينية والفلسفية اللي بدرس دين والشريعة الأمور دي أو علم النفس هاي كتير بتناسب الأعمال للقوس والتدريس في الجامعات مدرس دكتور في الجامعة مستاذ في الجامعة بتناسبه برج القوس وممكن يكون اللي بحب الصيد كمان أنواع الصيد بيشتغل بالصيد أو تربية الخيول أو مدرب خيول هاي بتناسبه برج القوس بأنسة القوس مختلفة تماما عن رجل القوس طبعا بختلف آه نحن قلنا الرجل القوس بحب السفر والترحل ممكن الأنسة القوس هي دائما الأنسة قريبة للرجل الأبراج لكن أحيانا الرجل بيكون فيه المميز غير الأنسة القوس حاليا إذا بنحكي بتوقعات والله أعلى وأعلم الفترة دي القوس بيمر بفترة حلوة مفروض أنه شهر الماضي كان القوس تعبان من شهر كان تعبان لأنه كان هون الشمس في برج العقرب متعبته للقوس حاليا القوس عنده الشمس ثلاث كواكب حلوين الشمس موجودة في القوس اللي عب تعطيه الحزوز والتفاؤل والزهرة موجودة عبتدعمه بالحب والمال والعاطفة وعنده عطارد عطارد اللي عب يعطيه لقاءات اجتماعية دورات جديدة برامج جديدة لقاءات اجتماعية جديدة في أجواء اجتماعية للقوس هلأ عبشوف ناس كتير بيقعد مع ناس مشابير رحلات لقاءات ودية حلوة جدا أجواء اجتماعية ممتاز يعني هلأ القوس بحالة حلوة أنا ببشر القوس من بعد نص الشهر إن شاء الله فيه عنده فترة مالية حلوة بالله أعلى وأعلم إذا ما نحكي له مع توقعات القوس السنة اللي الداخلين عليها كقوس يا رب إن شاء الله القوس عنده من الآن لغاية 16-5 للـ2023 يعني من الآن لـ16-5 عنده حظوظ القوس شيء يتعلق يعني ممكن نقول بمعنى أنه نتأكد لك فيها بس فيه بموضوع الأطفال اللي عنده أطفال برج القوس هيكون السنة لغاية 16-5 فيه نجاح من أولاده اللي مش عنده مشاكل في الإنجاب مشاكل في الإنجاب يعني إن شاء الله فيه حلول للموضوع الإنجاب يعني حظه هيبقى حلو مع الأطفال مع أطفال مع أولاده اللي فيه ناس عندهم مشاكل في الإنجاب السنة أنا ببشر للقوس إنه فيه عندك حلول لموضوع الإنجاب اللي عنده مشاكل يا رب دايما يا رب اللي عنده يعني وأنا ببشر برج القوس من الآن لـ16-5 عنده نجاح في السوشال ميديا للأقواص في نجاح كبير في السوشال ميديا بجد أن مش أجامل يعني وحيكون عنده نصر على أعداؤه وعنده سنة البسط له حينبسط فيها لغاية 16.5 وضربات حظ مالية وعاطفية حتكون مميزة يعني سنة السرور أنا باعتبرها للقوس ل16.5 النص التاني لبرج القوس حيكون عنده زيادة وزن يزداد وزنه كم كيلو طبعاً اللي تخين ينتبه ما يتخنش أكتر اللي عادي ممكن يتخن فيه ناس تحب تكون عنده زيادة وزن حتكون مناسبة إله لبرج القوس من بعد 16.5 فيه عنده نجاح في عمله بعد 16.5 القوس اللي حابب يغير عمل اللي مش عنده يلاقي شغل ممكن يلاقي شغل إن شاء الله فيه عنده اللي عنده مشاكل قضايا محاكم مثلاً لبرج القوس حتكون إن شاء الله لصالحه ينتبه على نقطة ضعفه ظهره السنة الجاي للقوس هو نقطة ضعفه ظهره ما يشيلش حاجة تقيلة ينتبه جداً عنده استثمارات ممكن يستثمر شراكة مع شخص معين بعمل يستفيد منه إن شاء الله يعني أنا شايف يعني كتير ممتاز لك هايس يا قوس هايس هايس يعني بس بقى نحذر برق القوس بحاجة السنة الجاي فيه زحل في بيته الرابع لبرج القوس بمعنى إيه؟ بمعنى إنه زحل هذا اسمه زحل بيزحل بيتعب بشي المسئوليات بس بإيه بحيكون برق القوس في العقارات ينتبه ما يدخلش في مجال عقاري يبيع يشتري يدرس أموره أكتر يكني شوي يعني مش مناسب السنة دي يغير عقاره ممكن يستنى للسنة البعدة بس لكن أو إذا مضطر طبعا يعني يدرس الأمور أكتر يعالج الأمور أكتر طبعا هذا الكلام من بعد سبعة ثلاثة حيباشر عنده ضغوط العقارات فيه مسئولية في بيته فيه أهله فيه ناس ممكن ينتبه من غش ينغش من بيء شراء يعني يدرس أمور أكتر هاي هون شوي فيه صعوبة بسبب كوكب ساترون زحل اللي قاعد في بيت العقارات شوي عمل له هون ضغط أو مسئولية طبعا الأشهر المناسبة اللي تكون السنة الجاي لبرج القوس والله أعلى وآلم طبعا هي حيكون بشهر عشرة أو شهر واحد عفوا نبدأ شوير من شهر واحد شهر واحد لكن بعد تلتة عشر واحد اللي هو واحد اللي جاي ده واحد اللي جاي واحد تاتة وعشرين اللي هيحصل الأشهر دي مناسبة لبرج القوس يعني يستغل حظه فيه من بعد تلتة عشر واحد وفيه عنده شهر اتنين وشهر تلاتة حلو وشهر ستة وشهر عشرة بس قبل اتناشر عشرة وفيه عنده كمان شهر احداشر بعد عشر احداشر هاي الشهر الأشهر مناسبة لبرج القوس اللي هتكون مناسبة له نعم طبعا القوس كمان من نوع اللي عنده وسوسة بالنظافة جدا نحن قلنا بيحب الترتيب بالنظام جدا والنظام بقى عنده وسوسة جدا بالنظافة قريف مش بيكون عند الناس مش بيكون إلا ليعرف الناس نظيفة لأنه هو كتير يعني عنده شوي طاقته وسوسة زيادة عن اللزوم هو والعزراء يعني دول أنا بعتبرهم من الأبراج الموسوسين وبيهتموا كتير بالأمور هاي نورتني دكتور رائف رأفت وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية كتير جدا 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 أنا ما كنتش متخيلة أن الفقرة تخلص بسرعة كده إن شاء الله تنورني بإذن الله للأسف فقرتنا خلصت وكان نفسي تبقى أطول من كده بكتير بس أكيد هينورنا دكتور رائف اللي يام اللي جاية هاخد كلمة سمعتها في الطاقة الإيجابية فيه كلمة كانوا بيقولوها دمان جدودنا هدومك اللي في الدولاب لو ملبستهاش في الموسم ده بدأ وخلص وإنت ملبستهاش طلحها خرجها أنا دايماً بقول إن الصدقة بتخرج بتسعد اللي بيديها أكتر ما بتسعد اللي بياخدها يا رب كلنا تزيد سعادتنا وزيد طاقتنا الإيجابية وتزيد صدقاتنا يا رب يا رب هي دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بناخدها احنا مش بنسيب فلوسنا اللي بتتفرق احنا بناخد معانا واحنا نازلين فلوسنا اللي خرجت واللي احنا صرفناها اشوفوا الشكو على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة